خلال الساعات الماضية قامت شركة تسويق لعبين بعرض الكابروني فينست أبو بكر مهاجم النصر السعودي على الزمالك نادي الزمالك وافق طبعا مبدئيا على الفكرة فكرة ضم فينست أبو بكر لكن القيمة المالية للعب اللي هتدفع لنادي النصر بجانب عقد اللاعب اللي يصل إلى 6 ملايين دولار سنويا بيجعل الصفقة مستحيلة عشان كده مسؤولي نادي الزمالك بياخدوا خطوات أو ما خدوش خطوات جدية وفضلوا غلق الملف مبكرا خد بالك منست أبو بكر اتعرض قبل كده على الاهلي اتعرض على كده على الزمالك وكان متعلق جدا فيه كأس العالم مع المنتخب الكاميروني وسجل هدف الفوز طبعا الفوز الشهير على المنتخب البرازيلي بس انت بتتكلم في واحد هجماعة صعب بتتدفع فلوسه انا مش عارف ليه كل شوية الموضوع ليه وكيل اللاعبين او شركة تصويق تيجي تكرر تقول انا هجيب اللاعب دوت للزمالك قبلها هجيب اللاعب ده للأهلي بقى هو برضو مش لعب قليل انا فاهم انه كريستان وخلاص قرب للنصر فعشان كده فينست دوابكر ممكن ما ياخدش مكانها أساسية فيبقى الراجل عايز يلعب في الدور المصري وكده كده اصلا فينست دوابكر لو قعد على الدكة الكريستان مش يبقى متضايق يعني اهو بنست دوابكر فصا يعني يبقى الموضوع صعب يا جماعة انا بس قلت لكم الخبر عشان ده حصل فعلا الله طولت نادي الزمالك شركة تصويق لعبين جمع لهم هنجيب لكم بنست دوابكر كيما جماعة بستة مليون دولار يا جماعة ما تهزروش تلعبر فاهم من اخر يعني انا مش هندفع يا ست انا فيش نادي في مصر يدفع الرقم ده يعني بدون داعي مش بدون داعي انه هو لعب وحش يعني بس الرقم كبير اوى على على فكرة انا انا بكسب ايه عشان ادفع ستة مليون دولار رقم ضخم طبعا وان كان طبعا هو اضافة لأي فريق غير ان الستة ده مرتبه يعني مش اللي هياخده الناصر يعني المفروض ستة ده هو الرجل هياخدهم في السنة احنا اللعيب اللي هياخد عندنا اتنين مليون دولار اشرف متشارم ايش عشان اتنين مليون دولار في السنة فالموضوع صعب طبعا يعني مش ينفى